السلام عليكم البنات و شرعكم و شرعهم احوالكم ان شاء الله يا رب العالمين تكونوا بخير و مهنيين و صحة جيدة اليوم بإذن الله رح ندره مع بعض هذا الخبز اللي ارى كتوفو فيه والله غير ما حبيتش نقل عليه خبز ولا بريوش لانه ماهوش بريوش عادي هذا انديري كيك ولا تقولو جينواز صدقوني البنات تقولو ترقو تأكل فمسكوتو ماهوش بريوش يعني حاجة بزاف هيلة يعني نتمنى من كل واحدة منكم تجربوه جربوه يا البنات على المانتي في قفية وجربو الوصف و ركو رايح نستمتع بأحلى وأبن وألف بريوش ممكن كليتو في حياتكم يعني اخف منه يا البنات ما زل مجاجة تشعلي يعني خفيف خفيف كي مريشا رايح نروح المقادير وطريقة التحضير بسم الله بالنسبة للمقادير عندي هنا ينص كاس سكر عندي نص كاس زيت كاس حليب يكون دافئ يضرور يكون دافئ مغرفة صغيرة ملح قشور حبة ليمون او حبة قارص ملعقة لفاني كاس خميرة كيميائية ملعقة مليح خميرة الخبز زود حبات بيض وفارينة نضيف جيد ، نضيف جيب سكر و نضيف جيب ما ينحدث قبل ملح و الزست نصيد نضيف جيب السكر و الكميائيه نضيف خميلة الخبز قشرة ليمون نضيف الزيت نضيف الملح نضيف مكونات نضيف حليب حتى الآخر نضيف بيض نضيف بيض نضيف صفر نضيف صفر نضيف حليب نضيف حليب الدافئ نضيف حليب حليب نضيف مكونات نضيف مكونات نضيف ملح كنت نضيف صفر سمع المزيجات الصفحة يجب تقوير التقوير يجب تقوير التقويرات الصفحة فلن تجد صفحة الصفحة يجب التقوير من صفحة الصفحة ثم تحصلت على عجينة كونترية نجعلها كما عودتكم نجعلها ترتاح أولا نعطيها و نجعلها في مكان دافئ قوام دافئة ساعة أولا نضغط الطوارئ لخلط الطوارئ تستطيع الأعضاء ولبدا comparison نحن تحاجرًا الخلطة بمثال وبعد ذلك عجينة فلنجد عجينة هذا هو قوام العجينة يجب أن يكون قوامها تلسق كما راكم ترونه يجب أن تلسق في اليد لكي تكون عجينة طويلة بعد مرتاحة العجينة نحاول أن نضعها قليلا نغطي قوامها ليس ثم نغطيها بالبابي فيلم و نجعلها تقمل حتى يتضعف الحجم سر الخبز أو البريوش هو التخميل كل ما يخمار الملح كل ما يتجي نتيجة أحسن و أحسن نضع الملحة تقوم بإضافة شطح عندما تدعنا الشطح تقوم بعمل ملحة حتى تتقاذ بعمل ملحة و بعد ذلك السنوات يجب أن نعيد تصليق و نرى ملحة ترون أجيب يجب أن يتم التعامل نقرس العجينة ونقرسها الى كوراية صغيرة نقرسها كامل ونقرسها نقرسها كامل ونقرسها نقرسها كامل ونقرسها نحشيها كامل بالشوكورة عملتها في الفيديوهات الأخيرة أعطيت لكم السر لتشبه لذوق نوتيلا نقرسها كامل ونقرسها بعدها إقرقت البولينيا نقرسها كامل ونقرسها سوف نحشي كامل الكوريه بها الطريق كما راكم تشاهدون ونحشي كامل الكوريه بها الطريق كما راكم تشاهدون سوف نحشي كامل فتحل بالعقل سوف نحشي كامل الكوريه بها الطريق نضيفها في سنيواء وضعها و نزيد الفقها و نزيد فقها من نصف و نزيد جميع الأمام و نزيد جميع الأمام ثم نستفكه و نفكه النفس و لكنن يستفيد و نكملها بالأ Lindr الفيديو واضح نستفهم كامل بنفس طريقة نكملهم كامل بعد ما كملتهم كامل نضغط قليلا نضغط قليلا كما قلتب، نقوم بلح أيها Right شeter نضغط القليل نضغط قليل نضغط قليلا تحتاج الدخول إلى إنتقل البرج و يجب علي أن تسهل خذفة 10 يولي أفضل الجمثة و أفضل الجمثة و يجب أن يتم تخفر الخشية و يجب أن يتم إصبحت الوقت و يمكن أن يتم تخفر الخشية و تستطيع أن يتم تخفر الخشية يجب أن تخفر خذفه سوف يأخذ المسخرة لكي يجب أن يزوير النيل لن يقوم بإمكانك المسخرة نضيف الدهن بريوشه بأداء العقل لن يهبط وننصح لكم الدهن قبل أن يتضعف الحجم بعد أن نضيفه في الفرن على درجة 200 درجة نشعله من التحت كي نرى بداية حمر نضيفه من الفرن لكي يأخذ تحميل ملاحة ونجبته نضيفه قليلاً من الفرن قبل أن نضيفه في الفرن نضيفه بالجلجلال ونضيفه للفرن ونجده في طبق التقديم بعد أن نضيف البريوش نضيفه في القريج ونضيفه في قطعة قمش يعني بريوش هش بزاف طريب بزاف يعني شوفوا الهشاشة والطراوة يعني كي تكونوا الفدين وفي يديكم ستقوني تقولوا لكم الفدو لهوة أو الريشة يعني هذا جين وازمه بريوش خفيفه فخفيفه فوق ما تصوره يعني والله الكاميرا ما مديتوش لحقه في التصوير شوفوا الهشاشة وشوفوا الطراوة وانتع الوصفة تعناها اليوم جربوه هي البنت ما تندموش كي تجربوها دولي بالأخبار سوف نقسم معاكم حبة باش تشوفوها لمستقية الوصفة يعني بزاف بزاف خفيف فعلا وجد هذي كتوكولا تطلوه واحد البنة واحد الشكل بزاف هايل فعلا يعني بريوش من اروع ما يكون كي تقولوا مثلوا لسه يخفيف خفيفة ما ريشها هم لقطة مثل قانق نسق في ريت وشوكا اشاد انه تلقق نيك ثقيا يفقد صورتو ميديا صباح وكتوكتو تلقق خفيف خفيفة تلقق وكتوكتو كي تجربوه مانيفيك ثانية 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 جربوه كتوكتوكتو كتوكتوكتو ثانية 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 نهاية وصفتنا لنهار اليوم اذا اعجبتكم لا تنسون اشتركوا فيديو واتبارتجوا مع الأصدقاء نتلقوا في فيديو جديد عن القليب مع السلامة اخبار أعجبتك توقف التروسية الآن نمتلك Μالذي اشتركوا اعجب لتنسي فيديو تلقق لتخطط اشتركوا في القناة